هذا وقام وفد رؤساء المبادرة الافريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية بزيارة إلى إحدى الميادين في كييف شملت هذه الزيارة بلدة بوتشا التي تقع على مشارف كييف ومن المقرر أن يعقد الوفد الأفريقي جلسة مباحثات اليوم مع الوفد مع رئيس الأوكراني فلادومير زيلنسكي لعرض عناصر المبادرة الافريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية يعقبها مؤتمر صحفي مشترك